اشتروا متوجات مدمونة من شركات هناك كابسولات حمد الأوميغا 3 هناك كابسولات البروبوليس كابسولات يعني هذه الغذاء المالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي إخواتي في فيديو جديد مع الدكتور فايد وخرجاته كما تعلمون الدكتور فايد لا ينتهي ولا يتوقف عن طرح الشبهات في هذه الحلقة إن شاء الله قد نهضروا على الكابسولات اللي كينستفح بها الدكتور فايد كما سمعتوا دابا الكابسولات ديال الأوميغا 3 كابسولات ديال الغذاء المالكة والكابسولات ديال البروبوليس ولكن المشكلة اللي ما عارش الدكتور فايد ربما إنهم هاد الكابسولات ما عارفهم شميلة كيف يتصنعوا فإلا ما كانت عارفهم رادي مشكلة لأنه كيدعي أنه يعلم في التغنية وما كيعرف شوية شي ولكن كيعرف أنهم مصنوعين من الجيلاتين فهدي طامة كبيرة فهو كيتفلة وكيدحك على الناس اللي ما عارفين واروا في هذا المجال وكيقول لهم استهلكوا هاد الكابسولات بلا ميبيين أن هناك كابسولات ديال الجيلاتين ديال الخنزير وكابسولات أخرى ديال اللحم البقاري اللي هو أصلا حرام عن الدكتور فايد لأنه غير مدبوح كما كيقول هو أو هناك بعض الكابسولات النباتية لنرى الآن هاد الفيديو اللي صورته منك من ويكيبيديا وغادي نكملو من بعد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر كابسولات صاشية موجودة في الصيدليات يعني يعني هلالين اللي يجدونها في الصيدليات ممكن يسألوا عنها ولا الإخوان اللي في أوروبا وأمريكا مشكلة دابا كيني في المغرب بعض الأشخاص اللي يرسلوا هاد الأشياء الأحبابهم يعني وفي الجمالك الجمالك الآن هاد المنتوجات هدي وقدامها هدي إذا لنا أخذ هاد المثال ديال هاد الكابسولات ديال بروبوليس هادو كابسولات ولكن مصنوعين من مادة ناباتية كما كتشوفوا الآن هنايا كي يضطر الصانع يكتب أنها ناباتية أما إلا ما كانت كاتب عليها تلك حاجة فهذا يعني أنها مصنوعة من الجيلاتين ديال الخنزير ولكنت مصنوعة من الجيلاتين ديال البقر فكي يضطروا كي يكتبوا عليها جيلاتين بقري هدي هي أدو القانون في أوروبا وليس كما كي عمم بدكتور فيت سيقول لكم غير طحنو غير خدوا هادو هادو ما كي يبينج حتيش حاجة فهذا يندل فإنما يدلوا على أنه جاهلون حتى في مجال تغذية اللي كيتبجح بها ليل وكيدعي أنه أعلم أهل الأرض في مجالات مش يفتع مجاله ولا كيدعي أنه عالم كل المجالات وهذه ماشي هي أول مرة ماشي أول مرة كي يحلل دابا كي يقول لكم كل هاد الكابسيولات قبل من هاتش كان ديجا أحلل أنه الفيغن كله كله يعني حلال هادا ما فيه احتشي حاجة ومعرفش أنه الفيغن ممكن يحتوي على الكوحول وغد نسمعه دابا هاتشي من الكلام دياله وغنجيب لكم الدليل اللي كنت صورته ديجا في واحد السطوري بأنه حتى المواد الفيغن فيها أشياء أو منتجات حرام اللي هي الكوحول أو بشابه ذلك أنصحكم بشيء واحد علموا أطفالكم يكونوا نباتيين فيغن ممكن تناولوا سمك عواد لحوم سمك ترجعوا فيغن تماما لأنها المنتوجات المطروحة في السوق المكتوب عليها فيغن ليس فيها حشرات ولا ديدان بالفعل المنتوجات اللي مكتوب عليها فيغن ما فيهاش لا حشارات ولا ديدان ولا الحم ما فيها احتشي علاقة بالحم ولا بالحليب ومشقات دياله ولا بالبيض ولا بالسمك ما فيه احتشي حاجة ولكن أجي نشوفوا المفاجأة دابا ونشوفوا هذا الفيديو لكي كدب الجهل ديال في مجاله في مجال التغذية اشتركوا في القناة فإخواننا في أوروبا حاولوا نساء على الخصوص حاولوا تشوفوا المنتوجات فيغن ولا فيجيتاريا النباتيون أقوى من المسلمين فيما يخص المواد الغدائية هذه والأدوية المواد الغدائية النباتيون أقوى إذن كما قلت ليكم ليس كل منتوج فيغن نساء اللي في أوروبا وللنس كاملة اللي في أوروبا وأمريكا ونشوفوا شيء منتوج فيه فيغن قراءوا المكونات كذلك راكين شيء مكونات كيكون فيهم الكحول والكحول رأخطر من الحشرات اللي كيتجنب الدكتور فايد الكحول ما كيهدرش عليه ربما عنده حلال والله أعلم بما أنه قالت هذا ليس نجيس وأن الآئمة كلهم أقطعوا في هذا الشيء فأنا كنت أذكر واحد المرة واحد السيدة من العائلة كانت تشري واحد الخبز بحل هذا اللي وريتكم هذا ديال الهامبورغر فيه الكحول وهي ديما مسكينة كتشوف فيغن عند بالها راكلمة فيغن رأحلال أي حاجة فيغن رأحلال كما كيتداعي الدكتور فايد حتى قلت لي هذا الشيء مبقى كتشريه فالحذر الحذر وكما شاهدتوا الآن بعينيكم هذا كل كابسولات وهذا الفيغن ماشي بالضرورة كلهم حلال كما كيقول الفايد وكين صاحبهم بل الواجب الواجب عليه أن يحذره ويبيل للناس يقول لهم راكين هادي وكين هادي كما أي حاجة كنقوله راكينا فيها المزيانة وكين الخايبة فماشي نعمه كل شيء أما هو أسلوب تعميم عنده عادي كيعمم كل شيء اللي كيوقف ضده وكينتاق دولي شيء كيدراب كل شيء في دقة واحدة فأنتم عرفتم ماذا بالدكتور فايد وما زال الفضائح ديالو وما زال ربي غادي يكتب هاد الفضائح ديالو وهاد تدليسة ديالو والكذب ديالو والفتراءات ما زال جاي الوقت وربي غادي يفتنو في نفسه ويبتليه في نفسه إن شاء الله لأنه تجرأ على دين الله وعلى سنة رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النباتيون يعني فيغان يعني الصانع يكتب ليس فيه حشرة وإلا يغلقوا له المعلم شوي نضحك لماذا لا نضحك على هؤلاء فراه محمد سيد هذا ترجمة نانسي قنقر